جلول الشايش واحد من كبار مربي الإبل والمواشي هنا بولاية المنعة متشبث بمهنته لعشرات السنين وخلالها قرر أخوض غمار الفلاخة الرعوية التي تعتمد على استصلاح أرض رعوية وزراعة أعلاف مواشيه وإبلها ما يغنيه عن البحث عن الأعلاف والشعير الفكرة هذه خممت لها قلت أنا نديرها كيما هكا باش منعوش نتعب وزايد حتى الماشية هذه تسمى الله يبارك مواش كما تكون في الصحراء تلقىها يابسة ما عنده واش تاكل درق تسمى تلقى قنطار شحم فوق دارها وتحلب ياسر والتربي وكل تلقىها أمريكا كيل نعجاء كيل ناقى هذه أنا مدبية الوزير كان نشوفها بعيد الاعتبار وكل عندهم من الموالين هذم كل واحد يعطيها قطعا تعرض قال يا أخوي هاك مئتين كطار ولا تلتمائة كطار دير فيها فيفويات دير فيها الفوراج اللي قادر على الأشقه ونتهنوا من الميزرية هذه نتعب وروحها لعاف الصحراء وروح تلقيها لكمين أنا أظرك شوف من شري شعير من شري مخالة من شري تأكل شي هنايا عندها الفصارك شوف فيها خضرة راها تأكل فيها عنده نحشها ندير منها التبن هذاك نخدم القرط نخدم التبن نخدم من دامي العام على طول وهي شاب على بس عليها الفكرة لا قد نجاحا هذا الموال لمس تطورا كبيرا في مجال تربية الإبري والمواشي وهو اليوم يأمل أن يتم تبن ميها وتعميم العمل بها نطلب من وزير الفلاحة ونطلب من الرئيس يشوفنا بعين الاعتبار ويأسس لنا شعبة رعاوية ونرعو بيبنا وقلمنا شعبة الفلاحة الرعاوية شعبتين؟ شعبة الفلاحة الرعاوية تكون قانونية تكون قانونية كما شعبة الحاليب وشعبة كما شعبة الحاليب وكما يسر حواج راه يديرهم الرئيس ويديرهم وزير الفلاحة نحن هvenant الناس الموال لا يشوفهم بعين الاعتبار فكرة الاعتماد على الفلاحات الرعاوية أعطت نتائج جيدة ومعا على سلطة المحلية إلى دعم الفكرة وتوسيع استعمالها لسد باب شكاو الموالين بنقص الأعلاف وغلاء أسعارها